أشهد غبطة الكاردنال مارلويس روفايل ساكو رئيس الكهيسة الكلدانية في العراق والعالم بدور رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برازاني وجهوده الرامية لحماية المكون المسيحي ودعم مطالبهم وطمأنتهم بضمان مستقبلهم في إقليم كردستان والعراق وأشار خلال استقبال البرازاني لغبطته إلى أن الرعاية المسيحية خارج العراق وأقليم كردستان تحمل مشاعر الشكر والإمتنان لمواقف رئيس الحزب الكردستاني معهم ومن جهته قال الرئيس برازاني إننا نعتبر المسيحيين وجميع المكونات الدينية والقومية في العراق جزءا أصيلا من شعبنا وندافع عن حقوقهم بكل الوسائل وهذا الأمر بالنسبة لنا مبدأ ثابت لا يتزعزع